النهاردة عايزين ناخد نصايح عامة لاستحمام تيور الزينة في الحقيقة ان الاستحمام لطيور الزينة مهم جدا ولا يمكن الاستغناء عنه لكن في شوية نصايح احب اقولها لكم لاستحمام تيور الزينة اول حاجة ما تستخدمش في حموم الطائر مية شديدة البرودة او شديدة الحرارة وما تحممش الطائر بتاعك اثناء خروجه من غرفة مكيفة الى الخارج وما تستخدمش اي مية معدنية لان المية المعدنية قد تؤذي عين الطائر وقد تؤتي رائحة غريبة له واحذر من استخدام السشوار او المجفف عشان تنشف ريش الطائر بتاعك لان ده بيعمل في تشوهات خطيرة في الريش وما تحميش الطائر بتاعك وهو مريض او ضعيف وما تستخدمش الصابون في حموم الطائر لان الطائر ما بيحتاجش اليه ما تجبرش الطائر لو ما اقبلش على الاستحمام على الاستحمام بالعافية وما تحممش الطائر تحت المغسلة او في حوض غسيل الطائر ما تسيبوش بمفرده اثناء عملية الاستحمام ويريد تستخدم افص منفصل لما تيجي ترش الطائر باستخدام البخاخ او تجنب الرش على الافص هو تحت اشعة الشمس لان الافص اكيد هيصدق لو وصلوا مياه قد يسقط داخله براز الطائر وفضلاته وقد يشرب منه الطائر بعد كده ارفع اناء الحموم بمجرد الانتهاء من الاستحمام ما تحطش اناء الاستحمام يكون عميق جدا او المياه في كتير حط مياه ضحلة عشان ما تعرضش طيورك للغرق لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وعمل اشتراك للقناة عشان تصدق كل فيديوهاتنا هنجاوب على كل اسئلكم واستفساراتكم الى اللقاء في فيديو اخر تقبلوا تحياتي اشتركوا في القناة